بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتابع حفظ جزء عامة والآن مع سورة النزعات أو تتمت سورة النزعات إن شاء الله تبارك وتعالى الآن إن شاء الله تبارك وتعالى بداية من الآية رقم 16 إلى آية رقم 33 فلننتبه هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إسرار الكفار على إنكار البعث ذكر الله عز وجل هنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي ادعى الربوبية فأهلكه الله عز وجل يعني فرعون هذا اللعين قال أنا ربكم الأعلى هذا الرجل الذي يأكل ويشرب ويتغوت يعني يدخل الحمام أو يدخل الخلاء يقول أنا ربكم الأعلى وكيف لهذا أن يكون هو رب وهو يخاف ولذلك في آية أخرى إني أخاف أن يبدل دينكم هذا فرعون أو من قول فرعون هل هناك إله ويخاف إله وخوف حاشا لله تبارك وتعالى فهذا اللعين ادعى الربوبية من دون الله عز وجل ثم بداية من الآية 27 أثبت الله تبارك وتعالى قدرته على البعث بقدرته على خلق السماوات والأرض والجبال خلق السماوات والأرض والجبال في قوله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء وفي قوله تعالى والأرض بعد ذلك ذحاه وفي قوله تعالى والجبال أرساه فالله تبارك وتعالى قادر يبقى في هذه الآيات زكر الله عز وجل بعد أن زكر إسرار الكفار على إنكار البعث في بداية السورة الكريمة زكر هنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي ادعى الربوبيا فأهلكه الله عز وجل يعني فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ثم أثبت الله عز وجل قدرته على البعث بقدرته على خلق السماوات والأرض والجبال سبحانه جل وعلا فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل وعلا سبحانه هو القادر على كل شيء سبحانه جل وعلا والآن نعيش مع هذه الآيات آية آية من التفسير المختصر إن شاء الله تبارك وتعالى قبل أن نردد الآيات بطريقة الحفظ التربوي اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني قال له في مقال سير إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار فقل هلك إلى أن تزكى يعني فقل له هلك يا فرعون أنت تطهر من الكفر والمعاصي وأهديك إلى ربك فتخشى يعني أرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشى فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدال على أنه رسول من ربه وهي اليد والعصى ماذا فعل فرعون فكذب وعصى يعني فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام ثم أدبر يسعى يعني أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق فحشار فنادى يعني فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام فنادى قائلا فقال أنا ربكم الأعلى يعني أنا ربكم الأعلى فلطاعة لغيري عليكم ماذا فعل الله تبارك وتعالى به فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني فأخذه الله عز وجل فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب والعاذ بالله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني إن فيما عقبن به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله فهو الذي ينتفع بالمواعظ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يعني أإجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إجاد السماء التي بناها سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها يعني جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية فلا فطور فيها ولا شكوق ولا عيب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يعني أظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك ذحاها يعني الأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها يعني أخرج منها ماءها عيونا تجري وأنبت فيها من النبات ما طرعاه الدواب والجبال أرساها يعني الجبال جعلها ثابتة على الأرض سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم يعني كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد سبحانه جل وعلا بعد أن قرأنا الآيات الكريمة بطريقة الحفظ التربوي أتل استمع وجودا واستظهرا الآن مع استظهار الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة الرائعة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نحفظ معا هذه الآيات الكريمة داخل هذه الحصة المباركة يلا نردد بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغا 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 فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها 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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها 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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها 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 أخرج منها ماءها ومرعاها 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 والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى فكلها لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فإن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وبذلك تمت الحصة ولله تبارك وتعالى الحمد والمنا هذه الآية الكريمة تقرأ عدد لا يقل عن خمسين مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى والسؤال الآن ما الذي نستفيد من هذه الآيات أو ما هي الوصايا العملية التي نستخرجها من هذه الآيات الكريمة هذا هو الواجب إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته